طالبات السنوية العامة يمكنك الآن الحصول على نسختك من كتاب مدرس على الهوى في مراجعة نصف المنهج الكتاب الأول كتاب المواد الأدبية ويحتوي هذا الكتاب على مراجعة نصف المنهج في تسع مواد دراسية في كتاب واحد وهي التاريخ، الجغرافية، علم النفس والاجتماع، الفلسفة والمنطق اللغة العربية، اللغة الإنجليزية، اللغة الفرنسية، اللغة الألمانية واللغة الإيطالية الكتاب الثاني كتاب المواد العلمية ويحتوي هذا الكتاب على مراجعة نصف المنهج في عشر مواد دراسية في كتاب واحد وهي الفيزياء، الكيمياء، الأحياء، الجولوجيا، الرياضيات، اللغة العربية، اللغة الإنجليزية، اللغة الفرنسية، اللغة الألمانية واللغة الإيطالية وقد قام بإعداد هذه الكتب نخبة متميزة من مقدم البرامج التعليمية في برنامج مدرس على الهوى تبقى للنظام الحديث تحت إشراف مستر أحمد السعيد يمكنك حجز الكتاب من خلال مؤلف الكتاب مقدم البرامج التعليمية في برنامج مدرس على الهوى أو التواصل مع إدارة البرنامج من خلال الرقم التالي 0163-56-296 تمانياتنا القلبية بالتوفيق والنجاح لكل طلابنا الآزاء 0163-56-296 0163-56-296 طبعا مهندسين المستقبل وطبعا دكاترة لطلاب الأزهر طبعا عندهم رياضة برضو وإن شاء الله طبعا زي ما حضر لكم تابعتم مع النظام الجديد للإستمال العامة إن شاء الله كله بإذن الله رياضة تبقى موجودة حتى للدكاترة لأنها هي النظام الجديد والمتطلبات الجديدة طبعا الباش مهندسين عارفين إن إحنا عندنا في رياضة بحتة يعني جبر وعندنا تفاضل وعندنا طبعا التطبيقية طيب فيه فرق يا جماعة كلكا عارفينه بيخدم كل الفروع ومهم جدا جدا وهو اللي بيتعب الباش مهندسين اللي هو التفاضل والتكامل فالنهاردة إن شاء الله هنلتقي مع الحاجة اللي تعبكوا قوي قوي اللي هو درس التفاضل والتكامل وإن شاء الله هنخضر الدرس يعني يعتبر خدمة للدروس كلها اللي هو معادلة المماس والمستقيم إن شاء الله نتعرف مع بعض إن شاء الله عليه بإذن الله رب العالمين حلقة منفقة إن شاء الله يا مستر وقبل ما نبدأ الحلقة بتاعتنا كان مستر أشرف عنده تنويه سريع عن الكتاب مدرس على الهوى اللي هو يعتبر أحد مؤلفين الكتاب بالنسبة لمادة الرياضيات طبعا إحنا عندنا الكتاب حاجة في الجمال ممتاز جدا لجميع طبعا القسم العلم والأدبي إحنا نتكلم عن القسم العلمي عندنا فيه الفيزياء الكيمياء كل المواد وعندنا فيه شوة أسئلة زي ما نشوف في الحلقة على النظام الجديد اللي إحنا نتكلم عليه النهاردة بإذن الله رب العالمين متوفيين إن شاء الله مستر حالة موفقة تفضل تفضل حبيب بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته وسهلا وأنت تجعل الحزن إن شئته سهلا طيب بص يا جماعة طبعا إحنا عندنا قلنا التفاضل دوت التفاضل هو بيخدم كل الفروع بتاعتنا التفاضل اللي بيخدم كل الفروع بتاعتنا فلو جينا بصينا في التفاضل قلنا عاوز أخذ النهاردة إن شاء الله نتكلم على معادلة المماس والعمودي للمستقيم طيب لو إحنا بصينا كده للمنحنة لو إحنا بصينا كده يا بشمهندسين أدي أنا عندي أدي شبكة أربعية طيب تمام دوت إيه؟ دوت كده منحنة معايا أدي منحنة ده اللي هو طيب تخيل إنه هو طبعا عن نظام الجديد ممكن يجيلك مسألة مرسومة أسأل حضرتك ده كده اسمه إيه؟ واحد قال لي ده اسمه يا أستاذ ده اسمه مماس كويس جدا طيب ده اسمه إيه؟ ده اسمه عمودي طيب أنا عاوز أجيب بقى معادلة المماس والعمودي للمنحنة معادلة المماس والعمودي للمنحنة طيب لو جينا بصينا كده مع بعض لازم أجيب فيه نقطة هي النقطة دي موجودة هي النقطة دي هنسميها سين واحد وصد واحد ماشي ريش مهندس طيب لو جيت بصيت معايا عاوز أجيب عشان أجيب الشغلانة دي الخطيرة جدا جدا شايف الموضوع خطير هنحتاجه في الفيزياء في الكيميا هنحتاجه في حاجات كتير جدا 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 في حياتنا فإذا عاوز أجيب المعادلة المماس والعمودي طيب أنا محتاج إيه؟ أيوة شايف نقطة خطيرة أهي عشان أنا أديتك الرسمة عشان لما أقول لك النقطة تبقى عارف هي النقطة دي هي اللي بيلتقي عندها المنحنة والمماس والعمودي النقطة احنا هنسميها بقاش مهندس اللي أنا هنحتاجها بعد كده سين واحد وصد واحد تمام كده هحتاج إيه تاني آه ده أنا هحتاج الميل الميل اللي إحنا هنسميه بقى ده الصد على ده السين أو صد شرطة طيب الميل بنجيبه إزاي؟ المشتقات هنجيب المشتقة سواء بقى برامتري ده المسلسية آه كل الحاجات اللي إحنا أقول لها أو ممكن يقول لي أنا هجيب الميل لو أداني نقطتين يبقى صد فرق الصدات على فرق السينات واحد يقول لي طيب ممكن يبقى أنا ودتني زاوية أجيب ظل الزاوية الميل بالطرق بتاعته طيب بعد كده عاوزين نكون يا بش مهندس المعادلة معادلة الإيه؟ معادلة المماس واحد يقول لي هاستنى يا مستر أنا هقول لك عليها أيوة قال لي بص أنا هجيب صد طبعا صد دي أساسية مش هشيلها ده أنا هشيل صد واحد إيه آه إيه؟ أدي صد واحد إيه؟ بتسوي أيوة؟ واحد قال لي الميل أهو الميل اللي إحنا جبناه من هنا يلا يا بش مهندس ها هنزعل السينات؟ لا يبقى سين ناقصين واحد يبقى أنا جبت معادلة المماس أسمع من طالب معايا من طابعة دلوقتي يقول لي إيه؟ إزاي يجيب معادلة العمودي آه إحنا خدنا يا أستاذ أن أنت لو قلت لي الميل بتاع المماس ميم إذن معادلة العمودي أسمع أيوة قال لي غير أقلب وغير الإشارة يبقى معادلة العمودي هنقلب ونغير الإشارة ها يبقى صاد ناقص صاد واحد بتساوي سالب واحد على ميم أيوة عادي كده يا بش شاشي الشغل ده هنعمل بيه حاجات مهمة جدا وهنطبق معاه إن شاء الله مسائل حاجة على النظام الجديد وإن شاء الله بعد الفاصل نتابع المسائل فاصل قصير ونرجع لكم تاني أعزائي طلبة وطالبات السنوية العامة يمكنك الآن الحصول على نسختك من كتاب مدرس على الهوى في مراجعة نصف المنهج الكتاب الأول كتاب المواد الأدبية ويحتوي هذا الكتاب على مراجعة نصف المنهج في تسع مواد دراسية في كتاب واحد وهي التاريخ الجغرافية علم النفس والاجتماع الفلسفة والمنطق اللغة العربية اللغة الإنجليزية اللغة الفرنسية اللغة الألمانية واللغة الإيطالية الكتاب الثاني كتاب المواد العلمية ويحتوي هذا الكتاب على مراجعة نصف المنهج في عشر مواد دراسية في كتاب واحد وهي الفيزياء الكيمياء الأحياء الجولوجيا الرياضيات اللغة العربية اللغة الإنجليزية اللغة الفرنسية اللغة الألمانية واللغة الإيطالية وقد قام بإعداد هذه الكتب نغبة متميزة من مقدم البرامج التعليمية في برنامج مدرس على الهواء طبقاً للنظام الحديث تحت إشراف مستر أحمد السعيد يمكنك حجز الكتاب من خلال مؤلف الكتاب مقدم البرامج التعليمية في برنامج مدرس على الهواء أو التواصل مع إدارة البرنامج من خلال الرقم التالي 0163 56 296 تمانياتنا القلبية بالتوفيق والنجاح لكل طلابنا الأعزاء أعزائي طلبة وطلبات السنوية العامة يمكنك الآن الحصول على نسختك من كتاب مدرس على الهواء في مراجعة نصف المنهج الكتاب الأول كتاب المواد الأدبية ويحتوي هذا الكتاب على مراجعة نصف المنهج في تسع مواد دراسية في كتاب واحد وهي التاريخ الجغرافية علم النفس والاجتماع الفلسفة والمنطق اللغة العربية اللغة الإنجليزية اللغة الفرنسية اللغة الألمانية اللغة الإيطالية الكتاب الثاني كتاب المواد العلمية ويحتوي هذا الكتاب على مراجعة نصف المنهج في عشر مواد دراسية في كتاب واحد وهي الفيزياء الكيمياء الأحياء الجولوجيا الرياضيات اللغة العربية اللغة الإنجليزية اللغة الفرنسية اللغة الألمانية واللغة الإيطالية وقد قام بإعداد هذه الكتب نخبة متميزة من مقدم البرامج التعليمية في برنامج مدرس على الهواء تبقى للنظام الحديث تحت إشراف مستر أحمد السعيد يمكنك حجز الكتاب من خلال مؤلف الكتاب مقدم البرامج التعليمية في برنامج مدرس على الهواء أو التواصل مع إدارة البرنامج من خلال الرقم الثالي 0163 56 296 تمانياتنا القلبية بالتوفيق والنجاح لكل طلابنا الأعزاء ورجعنا لكم تاني والتفاضل والتكامل للسانوية العامة مع مستر أشرف عزب فضل يا مستر أهلا صباح الفويل مع البشر مهندسين يلا بقى نشتغل مع بعض الشغل بتاعنا وزي ما بقول له حضرتكم الدرس ده غاية في الأهمية لا يخلوا منه الامتحان دي الهدية من البرنامج لطلاب السانوية العامة وإن شاء الله هندخوا نقعد إحساسات بقى النظام الجديد والأسئلة الجديدة بإذن الله طيب زي ما احنا اتفقنا مع بعض المهندسين احنا قلنا لإيجاد معادلة الممس والعمودي يبقى أنا لازم بص معايا أول حاجة أنا عندي محتاجة أجيب النقطة محتاجة أجيب النقطة اللي هي سين واحد وصد واحد طيب تمام محتاج الميل هنجيبه بالاشتقاق سواء بفرق الصدات سالب معامل سين على معامل صد متجه الاتجاه طيب تعالوا بقى قلنا هنجيب القوانين خلي بالك دي العدة أو الحاجات بتاعت الشغل بتاعتك معادلة الممس قلنا هنقول ايه صد نقص صد واحد أيوة الميل هنركبه هنا يا باشماندي سين اتفقنا كده وبعد كده هنقول ايه سين نقص صد واحد طيب تعالوا معادلة العمودي أيوة اهه صد نقص صد واحد أيوة مين اللي قال لي المماس بنحط ميم العمودي أيوة باشقل بغال الاشارة فاكل حضاك لما خدت شرط التوازي شرط التوازي الميم الاولاني بيساوي الميم التاني يعني لو قلت لحضرتك المستقيم الاولاني ميله خمسة وهو بيوزيه مين اللي جاهز معايا صباح الفل اللي فطرت ولا لسه أيوة والاتنين زي بعض يبقى لو هنا خمسة هيبقى برضو هنا خمسة برضو تفقنا كده طيب لو العمودي اه شرط التعامد اللي حاصل ضربهم بسلب واحد يعني لو جبت الاولاني اتنين على التلاتة طبعا الرياضة يعني الناس اساسيات الحاجات دي معنا يبقى انا هشعله بغير الايه الاشارة تمام طب يلا كده مسألة بص يا أستاذ بيقول لك المماس للمنحنة المماس للمنحنة بيقول لي انت عندك صاد بتساوي ها تلاتة سين تربيع ناقص كام ناقص خمسة عند النقطة كام يا بش مهندس بص معي عند النقطة كام بالزبط صاد اهي بتساوي كام تلاتة سين تربيع ناقص خمسة اتفقنا كده طمام عند النقطة كام ايوة النقطة اللي احنا قلنا المهمة اللي احنا نشتغل عليها اهي النقطة اللي احنا نشتغل عليها ومدي لحضرتك اختيارات طب يلا ازاي كده الرجل مديك النقطة يبقى انا هدى اجيب الايه الميل واحد قال لي يا استاذ تعال نجيب الكده الميل مع بعض يلا الميل يا شباب هيقول لي يبقى صاد شرطة بتساوي ها بنشتقي ازاي هضرب دوت هضرب القس في المعامل ونقص يعني هتساوي ستة ستة سين كده انا جبت الاشتقاط كويس قوي تعالوا بقى هنعود بالنقطة عشان نجيب الميل مقداره قد ايه اتفقنا كده يبقى بتساوي ستة ايه ده ايه ده ده انا عود بنقطة السينة ايه السينة ايه يبقى ستة في واحد بتساوي ستة كده انا جبت الميل طيب تعالوا نجيب المعادلة زي ما اتفقنا واحد قال لي صاد ناقص صاد واحد صاد ناقص صاد واحد بتساوي ها الميل هنا سين ناقص سين واحد طيب تمام الصد يا أستاذة إيه الصد بكام أيوة دي الصد ما بنعودش عليها الصد هنا كام أيوة إيه دا دي سليب 2 سليب 2 فهناقص من هنا يبقى بالتالي هيبقى موجب 2 بتساوي حط الميل إيه دا احنا جبناه ب6 طيب يا أستاذ ماشي وأنا عندي هنا سين ناقص إيه السين احنا هنعود عليها بكام بواحد طيب يلا نضرب مع بعض كده هيبقى أنا عندي هنا صد زائد 2 بتساوي 6 سين ناقص 6 طيب بص كده ما تيجي ندخل الستة دي جوة ونجيب اللي اتنين هنا يبقى الشكل الجميل بتاعنا صد ناقص 6 سين بتساوي سالب 2 وعندي سالب 6 وسالب 2 يعني صد ناقص 6 سين بتساوي سالب 8 بص بقى اصحى معايا بقى شايف الاختيارات دي ده النظام الجديد طبعا على السنوية العامة زي ما احنا عاملين في الكتاب الممتاز بتاع مدارس على الهوى اختيارات طب اعمل يا أستاذ أنا طلعت الحل ده النظام القديم يا جماعة واحد عنده عربية مانول هو خلاص الاوتوماتيك بقى شغل دماغك انت جبت دي انهي واحدة من دولة تمشي معاك ايوا اصحى بقى انا عاوزك تبقى فاهم النظام الجديد معايا انت تبقى فاهم هتعمل ايه في الاختيارات دي طب يا أستاذ ماشي طب ما هي دي سين ودي صاد طب ما تيجي عاوض بايه ها عاوض بالسين لو انا عاوضت بالسين هنا ايوا واحد قال لي سالب 6 في 5 سالب 30 تروح التانية حت تانية مش هي دي ها عاوض بتلاتة سالب 3 دي يبقى سالب 18 تروح مش هي دي ها عاوض بالسفر ايه ده حط سفر سالب 6 في سفر ايوا واحد قال لي بسفر يبقى الصاد بسالب 8 هي دي اللي اتحقق تعلم عليها ومبروك عليك اول اجابة وان شاء الله بالتوفيق يا رب كده والاجابات بتاعتنا كلها تبقى مفاقة في السنوية العامة ناخد سؤال تاني بيقول لحضرتك معادلة العمودي ايوا اصحى معايا معادلة العمودي للمنحنة الدلة صاد بتساوي ها ده لسين عند النقطة 1 و1 هي دي اصحى معلش انا عاوزك تبقى صحي معايا معادلة العمودي ايه ده يعني ده كده ده كده الايه دي كده الممس ولا العمودي يا باش مهندس اصحى هو الرجل بيقول لك العمودي يبقى انا كده هجيب ميل ايه واحد قال لي يا مستر خلي بالك انت هتجيب ميل العمودي ميل العمودي هستخدمه ايوا سالب معامل سين على معامل صاد طب ده ميل العمودي يبقى ميل الأصل كام إيدها يا مستر أنا في كل المسائل يا باش مهندس في كل المسائل ده أنا بجيب الميل وبعد كده جيب العمودي لا ده هو الدك العمودي ارجع تاني يا هاته الميل قل ما أنا كده كده هاشاء له بغير الإشارة صح يبقى الميل بتاع المماز بتاعي يا باش مهندس ميل المماز هيثوي كام أربعة بيقول لي طيب إيه ده إيه دي دي معناها المشتقة الأولى فبيقولك لما عوضت عن المشتقة الأولى في الواحد يبقى الميل هيطلع زي ما احنا جبناه كام باربعة تمام يا باش مهندس والف مبروك السؤال التاني مع بعض كده وعاوزين تفاعل فيه الحلقة ان شاء الله معادلة المماس كده خلي بالك عاوز معادلة المماس لمنحنة دلة ديت عند النقطة عندك الايه منحنة دلة المعادلة بتاعته وعن دي النقطة واحد قال لي يا مستر هنعمل ايه ايوا باش مهندس هنشتك يلا نشتك ها اضرب القص في المعامل ايوا اسحى معاين عاوزك تحل معا وانت قاعد ايوا هضرب القص في المعامل وانا اسم القص جدع اصحى ايدك بص وانت في الامتحان طبعا انت رايح طبعا لو انت حنت على التابلت معك كشكول وبتحل انت عادي وبعد كده تختاري الاجابة الايه الصحيحة تمام يا باش مهندس كده احنا اعتبر مراجعة مباركرة في البرنامج الممتع مع مجموعة المدرسين في برنامج على الهواء بص يا باش مهندس اتنين سين ايوا اضرب يا باش مهندس اتنين صاب ها اللي اتنين وخمسين اي عدد مشتقطه سفر ما تيجي يا مستر ودي دي كده الناحية التانية وخلي بالك طبعا هنحط سات شرطة بتسوي سفر طيب ودي دي الناحية التانية يبقى اتنين صاب وهنا سات شرطة بتسوي ها راحة الناحية التانية هغير اشارتها يا استاذ اضرب او اقسم على اتنين صاب عشان تروح الناحية التانية اهي طب وبعدين يا مستر طب ما دول يروحوا مع بعض ايوا واحد قال لي كده خلي بالك الهنا سالب سين على صاب طب أنا ممكن أجيب القيمة بتاعته أجيب القيمة بتاعته إزاي هقول له بس صد شرطة بتساوي إيه تكسين فين السين يبقى سالب أربعة حلو الكلام الصاد سالب ستة إيه ده طب ما هو السالب مع السالب الله على الرياضة والباش مهندسين يبقى دي أربعة على ستة يعني اتنين على التلاتة كده الميل بتاعك مين قال لي هنجيب المعادلة إزاي بقى المعادلة يا باش مهندس قلت هقول صاد صاد ناقص النقطة بتاعت تصد بقى خلاص إحنا بقى نشد شوي ها هنقص من دي أستاذ أيوة خلاص ايه ها هحط الميل الميل جبناه كام اتنين على التلات ها سين ها السين جبناه كاما بأربعة ناقص أربعة ها نضرب إزاي طبعا واحد يقول له أنا عاوز تخلص من التلاتة كنا هضرب في التلاتة نقول اللي اتنين تناول هنا والتلاتة تناول هنا أنا عاوزك كده هي يبقى تلاتة صاد ها زائد تمنتاشر بتساوي ها اتنين سين ناقص تمانية طبعا بص كده ايه ده بقى معايا بص على الأشكال اللي جدها لك في الاختراض لاحظ ايه انه هو بص الاختراض كلها شبه بعضيها جدا جدا بص لو انت بصت في الاختراض شبه بعضيها اتنين سين زائد تلاتة صاد بتساوي ستة وعشرين اتنين سين ناقص تلاتة صاد بتساوي ستة وعشرين اتنين سين ناقص بتساوي ستة وعشرين اتنين سين ايه ده ايه ده اللغبطة دي ما احنا بنقول يا جماعة خلي بالك النظام عاوز دقة جدا جدا في الاختيارات طب بص اقول اه ايه ده ده الراجل حطيتهم لي عاوز اخلي السين لي وحدها يبقى وفر على نفسي شوية جوة دي كده عشان ما تعودش تلف كتير في الامتحان هنحط يا باشا كده اللي اتنين سين تمام يبقى هتخش لها مين اللي اتنين سين دي ده خلاصات دخلالها تمام يا باشا مهندس يبقى هنا ثلاثة صابت حلو الكلام طيب مهدية باشا كده هتخش السليب تمانية هي اللي هتخش جوة يبقى مين اللي مستنيها الثمانتاشر تمانية وثمانتاشر يبقى ستة وعشرين فين الاختيار بتاعك اهو يبقى اذا حضرتك بتعمل ايه وانت بتحل عينك على الاختيارات اللي موجودة تحاول تقرب للاختيار الايه المطلوب تمام يلا سأل تاني انا حس ان الناس ابتدت ايه تاخد فكرة عن نظام الجديد وتحاول تتفاعل وتجيب الشغل المطلوب طيب تعالى كده سؤال تاني ها بيقولك معادلة العمودي للمنحنة سين بتساوي نون قس 2 نقس 2 طب وصاب نون قس 4 زي 3 نون قس 2 عند النقطة عند النقطة نون بتساوي واحد مين يقول لي ده نوع من الاشتقاك شايف طبعا الدرسة زي ما قلت لكم هداية من البرنامج اللي هو المعادلة الممثل العمودي برجع ايوة ده ده اشتقاك ايه مين اللي يقول بارامتري صح السين جواها نون والصاد جواها نون يبقى اذا السين تشتق بالنسبة لنون والصاد بالنسبة لنون طب يلا بقى انا عاوز اللي بتفرق الحلقة دلوقتي يقول لي هاشتق ازاي يلا باش مانتس كده ايه نظم اجابتك يا استاذ ايه حاضر ده السين ها على ده النون ها هنشتق ازاي يبقى اتنين نون صح الكلام طب يلا تعال لي كده دي هتبقى اسمها ايه ايوة سان واحد بولا والصاد هتبقى دل صاد على دل نون الله ينور عليك اه اضرب القص في المعامل ونقص من القص واحد يعني اربعة نون قص ثلاثة زائد ستة نون طب ما تيجي بقى اريح دمائك بقى بص معي عشان فيه ناس بايه هاتلي قيمة دي يبقى هعود نون بواحد هنا باتنين هاتلي قيمة دي نون قص ثلاثة واحد قص ثلاثة بواحد وعندك اربعة اربعة وستة ايوة واحد قال لي يا مستر يبقى كده عشرة طب ما تجيب لي يا مستر الاشتقاك ها مين اللي يبقى فوق الباش مهندس قال لي يا أستاذ ايه ده دسين اتنين على عشرة يا ابني يا حبيب قلبي خلي بالك الصاد الصاد هي اللي فوق اصحى معايا الله يبارك لك علشان ايه تبقى بمفق كده بإذن الله كلنا هندسة كده كليات قمة وطلاب الازهر برضو طب بإذن الله وهندسة وحاجات جميلة يبقى انا خلي بالك هحط الصاد فوق ايوة علشان اتنين يبقى الميل بتاعك كام خمسة طب يا أستاذ كده انا معايا الميل هو هنا بص طالب منك ايه ميل العمودي يبقى اقول له ميل العمودي ها اسمع ها الميل معاك بخمسة يبقى ميل العمودي اقل بغير الاشارة الله ينور عليك باش مهندس يبقى عندك سالب خمس طيب طب انت معاك كل حاجة انا ساكت ها واحد يقول لي يا أستاذ خلي بالك نقص النقطة طب ببسيط النقطة اجيبها منين هقوض عن نوم بواحد طب ما تحط يبقى النقطة ايه يلا بقى ايه يلا ايه حط هنا واحد تربيع بواحد يا أكديسة لبواحد الله ينور عليك باش مهندس ها خشيلي هنا شيلي نوم بواحد واحد قصة اربعة ها في حد لسه مصحيش قال لي باربعة يا راجل يصحى بقى وافتر يبقى واحد اصربعة يعني واحد ها عيب احنا علم رياضة بقى ماشي تلاتة يبقى انت عندك واحد وتلاتة وواحد يا مستر يعني خمسة طيب كويس يا أستاذ ها نجيب المعادلة ازاي وعناي يا جماعة على الايه الاختراط اللي متدهلي عشان انا عاوز ازبطها عن نظام الجديد طيب لو انا بصنا كده هنقول ايه صاد فيه نقطة الصاد اهيه ايديا شغال اهيه مستر يبقى سالب خمسة بتساوي الميل بتاع حضرتك ايوا يا أستاذة هو سالب واحد على خمسة سين نقص ايه ده وفيه سالب موجود خلاص يا ماشي احنا صحيين قلنا ده يناول هنا وده يناول هنا يبقى خمسة صاد نقص خمسة وعشرين بتساوي ها اسمع سالب سين نقص واحد معلش يا مستر بصنا على الاختيارات كده ايه ده لاحظ كده ان السين جاية ايه جاية في الطرف يبقى انا هنقل دي جوه شفت بقى اهي خلي بال يا جماعة على الاختيارات عشان توفر وقت ما حضرتك يبقى سين دي اللي دخلت ونقص خمسة صاد يا أستاذ طب يبقى اذا دية سالب هتروح لها الناحية التانية موجب ومستنيها سالب يبقى 24 مبروك عليك اجابتك اهي وكده تمام تمام طيب يلا سألتاني للباشوهندسين بص يا باشوهندس تعالى بقى معادلة العمود بص المسألة الجادة سنوية عامة 2018 انا مش عاوز الطلبة تبعد على المنهج طبعا عمالي النظام الجديد يا جماعة ناس هذكر ازاي لا حضرتك اولا انت مطالب عن النظام القديم النظام القديم كنا خطوتين الخطوة الاولى افهم المنهج وبعد كده احل الاسئلة للاسئلة ابص على الابتكارات والانظمة الجديدة واشوف اتضرب على النوعية الاسئلة زي واحد عنده عربية منول عاوز يحولها الاطوماتيك تمام كده تمام كده طيب لو احنا بصنا كده باشوهندسين هنيجي نقول ايه معادلة العمود للمنحنة صاد بتسوي زاسين طب ايه ده سين بتسوي قاسين عنده سيتا بتسوي باي على ستة عاوز المعادلة بتاحت العمود طب ده ايه ده اشتقاك ايه ده ايه وبرامتلي ليه لان الصاد جواها سيتا زي كان جواها النون في المسألة اللي فاتت طيب ماشي السين جواها سيتا تمام طب هنعمل ايه واحد يقول لي طب استاذ تعالى نجيب هي السيتا بيقول لك باي على ستة سامع واحد يقول لي استاذ الباي متعلمينها على طول ان هي بمية وتمانين يبقى نقول مية وتمانين على تلاتة اذا السيتا بتحضيرك بكام بتلاتين طب ما تيجي نجيب الايه الايه النقطة طب النقطة ايه دي السينة هي السين بقى تلاتين طب قى تلاتين بكم يا باشماندس قال لي واحد يقول لي القابة جيبها بقول واحد على جتا بقول واحد على ايه واحد على جتا طيب واحد على جتا بالقالة على طول هتطلع اتنين جزر تلاتة على التلاتة كده نجيبت السين من يقول لي جيب ايه يا مستر في حد بيقدر يمشي على رجل واحدة بش مهندس لا لازم يمشي على الاتنين انت جبت السين الرجل التانية واحد قال لي الصاد أيوة طب ما الصاد ايه زى 30 بكام واحد قال لي ها مستر حاجبها بالصورة المختصرة الجميلة بتاعتنا اللي هي جزر ثلاتة عالتلاتة كده انا معي النقطة واحد يقول لي النقطة احنا جبنا السين يا بش مهندس اتنين جزر ثلاتة عالتلاتة والصاد جبناها جزر ثلاتة عالتلاتة اجيب ايه قال لي هنجيبه الاشتقاك طب ما تيجي يالله هنجيبه ايه بقى دالصاد على دالسيتا زي ما خدنا في المرة اللي فاتت دالصاد كان هناك دالصاد على دالنون لا برامتري بالنسبة للزاوية يبقى دالصاد على دالنون بيه ساوي اه انت عند حضرتك ايه الصاد ايه ده ازاه ايوه حافظ قوانيني كويس تمام يا باش مهندس الزامش تقتها ايه ايوه قطر بيع طمام طب يلا السين ها السين يا باش مهندس ها واحد قال لي يا استاذ ايوه دقا دي بتعمل ايه بتبقى هي في نفسها كأنها بتعمل فرح يبقى القا فيه يبقى مشتقط القا هتساوي القا نفسها وانت باش مهندسين حافظين القوانين بتاعتنا يبقى القا في الزار الله ينور عليك يا باش مهندس طيب يلا نجيب الميل الميل خلي بالك جبت الصاد في الاول جبت الصاد في الاول كده كده الميل اسمه ايه دل صاد على دل صاد ميل لا تتحط فوق قال لي يا استاذ انا احط لك القا تربيع فوق تمام على مين على قا سيتا زا سيتا واحد يقول لي طب استنى استاذ طب انت عندك قا تربيع تحت هيبقى في ايه قا طب ان اطير قا مع قا يبقى إذن عندي كده باش مهندس هنقول الدال دال صاد على الدال سين هتسوي قا تربيع وهنا تحت قا سيتا زا سيتا القا رحت مع القا يبقى تبقت يا باش مهندس قا سيتا زا سيتا طب ما تيك نعوض إيه ده طب ما نلقى جايبها العدة بتحت يا هي القا بتاعت حضرتك يا أستاذنا القا الجبناها بكام القا لما عوضنا عليها أهي طلعا بكام اتنين جزر ثلاثة على الثلاثة طيب كويس قوي طيب والصاد لما جبناها تمام كده طب ما تيك نعوض بقى بالإيه بالقيم ديت هنقول اتنين جزر ثلاثة على الثلاثة على واحد يقول لي أستاذ طب ما هنبدأ مجسر هنخليها فيه ونقلب ونختصر مع بعض يبقى الميل باتنين ايه ده الميل باتنين اصحى يا باش مهندس ايه اللي كان عاوز ميلة إيه العمودي واحد قال لي خلاص يا مستر احنا استفدنا كده تمام ميلة العمودي هقلب وغير للإشارة يبقى ميلة العمودي بتاع حضرتك هنقول ايه بقى سالب واحد على الاثنين طب يلا نقول فرق الصدات ها هنقول بقى النقطة هجيبها ازاي انا كده جبت ميلة العمودي اهو ميلة العمودي يبقى نقول صاد ناقص ها النقطة اللي احنا جبناها ايوة نقطة الصاد بتاعت حضرتك اهيه الصاد اهيه جزر ثلاثة على الثلاثة تمام بتساوي سالب واحد على الاثنين الميل العمود اللي احنا جبناه سين ناقص نقطة السين طب يا أستاذ ماشي ها قلنا السالب واحد هيتضرب هنا يناول هنا واللي اتنين تناول هنا يبقى دي هتبقى اتنين صاد ناقص ايه ده جزر ثلاثة هتضرب في اتنين تبقى اتنين جزر ثلاثة عالثلاثة طب يا باش مهندس ايه ده والسالب سين هنا تتضرب طب عليك ارجع مسترب الله عليك بصيلي كده على الاختراض لاحظ ان هو بدقلك بالسين في الاول يبقى اذا هوادي السين الناحية التانية ووادي الرقم ده طب بص كل حاجة موجودة لازم اشيل التلاتة دي طب اشيل التلاتة يبقى المعادلة كلها تضرب فين في تلاتة يبقى اذا يا باش مهندس هنا هيبقى عندك تلاتة سين تلاتة سين زائد ستة صاد ودي نقول لها مع السلامة باي باي هتبقى اربعة جزر ثلاثة عالثلاثة فين اللي اختيار بتحضرتك يا باش مهندس تلاتة سين هو اول واحد مستنى حضرتك ونقول لك الف مبروك كده تمام طيب نبص كده سؤال تاني مع بعض كده بيقول لحضرتك كتاب وزارة خلي بالك ما تبعتش انا بزيما بقول لك النظام الطلاب اللي يعني الدفعة الدفعة دي تايهين شوية لا ماتتوش ارجع لازم ترجع للمنبع بتاعك المنبع بتاعك كتاب الوزارة كتاب الوزارة ارجع للمسائل ارجع للمزج الوزارة ارجع للامتحانات والخطوة انت مطالب بحاجة تالتة بقى زي ما انا قلت ابص على النظام الجديد وبص على افكار جديدة في المنهج وبالتوفيق لطلبة السنوية العامة ان شاء الله اوجد معادلة المماث لمنحانة دالة صاد بتساوي زا سين على واحد ناقص زا تربع سين فين يا باش مهندس عند السين بايع التلاتة واحد دلوقت حطي ايده على دماغه وبقول لي يا مستر يا نهرابيض احلي دي ازاي اشتك ازاي ده موضوع كبير بقى حضرتك في حتاة بقى زغيرة ايه الحتاة الزغيرة فيه قانون اسمه ضع في الزاوية قانون ضع في الزاوية طيب بص معايا ضع في الزاوية انت عند حضرتك زا اتنين سين زا اتنين سين يا باش مهندس بص معايا زا اتنين سين بتساوي ايه قالك زا اتنين سين بتساوي اتنين زا واحد ناقل زا تربيع يا سلام لو معاك المفتاح في الامتحان لو معاك المفتاح ده هديجي تقول لي طب شايف الشكل ده اه ده شكل رخم قوي ايه با ارجع تاني برضو لكتاب الوزارة يا جماعة خلي بالك ايه ما تبقيتش بالله عليك ما تبقيتش عشان في طلبة تايين قوي خالص لا ارجع تاني للمنبع انت مطالب افهم كويس المنهج ارجع للمنبع بتاعي كتاب الوزارة وبعد كده اشوف انظمة انا مغير لك على فكرة شكل سؤال واعمل لك اختياري هو مش مطلوب كده في كتاب الوزارة بس انا عملتي ايه ساستمته عن نظام جديد اختيارات وشايف التشابهات اللي هتبقى موجودة فلازم تركز لاخر اختيار طب يا باش مهندس بص بقى هو المفتاح اه يا استاذ انا حافظ النظام اتنين سيتا بتساوي القانون ده طب بص كده واحد يقول لي استنى يا استاذ فيه حاجة نقصة اه اه ايه ده في اتنين نقصة هنا اللي اتنين دي مش موجودة اللي اتنين دي مش موجودة طب هعمل ايه طب ما بسيطة يبقى يكن احط اتنين هنا اتنين هنا فوق واحط اتنين تحت كده انا زبطت القانون ده يبقى اذا عشان ازبط القانون ده وقت محتاج احط اتنين فوق واحط اتنين تحت طب القانون ده هاشطب على دي كلها واكتب له قانون اللي هي زا اتنين سين ومعاك اتنين اللي تحت يا سلام على الباشر مهندس قال لي يا مستر اذا الشكل الرخم ده اللي انا اول ما شفته خفت وقلقت وموجود في كتاب الوزارة لا ده انا هقول له الصاد بتساوي نص زا اتنين سين الله حولت المسألة خلي بالك انت مع البعبة بتاع الاربع انواع اللي هو التفاضل لا التفاضل سهل جدا احفظ قوانينك احفظ الاختصارات اللي موجودة بتاعتك طب انا جبت للايه الصاد شكرا يا باشر انت حولت لي من المسألة صعبة والتحويلات طب يرجع يا مستر تاني انا عاوز الرجلين معاكس ايه ده ده مديني السين محتاج الرجل التانية اللي هي الايه ايوة محتاج الرجل التانية اللي هي الصاد هجيبها منين ما هو بيقولك صاد بتساوي هشير كل صاد طبعا دي زاوية واحد يقول لي بيعت تلاتة كام ستين الله ينور عليك انا هرجع للصورة الشكل بتاعي اقول له زا ستين اهي زا ستين واحد نقص زا تربع ستين تلع بالقلب جميلة بتاعتك سالب جزر ثلاثة على الاتنين تمام باش واندس اذا النقطة بتاعتك خلي بالك النقطة في السين هتسيبها بدلالة باي يا جماعة دلالة باي دي دلالة عالمية هي بتتكده هي بتسبب دلالة باي سيبها لي باي زي ما هي وانا جبت الصاد بتاعتي يلا بقى تعالوا نشتاق دي انا حاوز حبيبك تشتاق اه قال لي يا أستاذ اه الزام اشتاقتها قاتر بيع اتنين سين قاتر بيع اتنين سين بس خلي بالك ايوة فين في اشتاق الدلالة المسلسية في اشتاق الزاوية نفسها طب ما انا هاشتاق الاتنين سين هتطلع اتنين مين اللي مستنيها النص اهو تعالوا باش مهندس كده اهو اقضاء اتنين سين اشتاقتها طلع قاتر اتنين قاتر بيع اتنين سين وفي نص مستنيك بره يبقى نقولهم مع السلامة اذا الاشتاقات بتاعي طلع ايه قا اكتبوا لحضرتك كده قاتر بيع اتنين سين هو ده اللي هو ايه سات شارط اللي هو الميل طب ما انا عاوز اجيب القيمة بتاعته ارجع عود بالباي الباي دي صحبتي في المسألة كلها باي على التلاتة باي على التلاتة اللي هي كم يا باش مهندس ايوة اللي باي على التلاتة اللي هي 60 هاعوض طب استنيني دان عندي اتنين اتنين في 60 بكام اه اتنين في 60 مية وعشرين يعني أنا هجيب قاة تربية 120 جيبها بالقالة أكتب القاة بالقالة إزاي؟ واحد علاجاتها 120 تربية تلعت معاك أربعة كده نقول لحضرتك ألف مبروك يا باش مهندس معاك النقطة يبقى أنا دايما معايا النقطة معايا إيه تاني؟ معايا الميل أنت عاوز ما ماس ولا عمودي؟ آه أنا عاوز ما ماس يبقى أنا أجيب إيه؟ الميل عادي هقول له يا باش مهندس يبقى أنا عندي هنا صاد ناقص النقطة بتاعت الصادة إيه؟ آه يبقى جزري ثلاثة على اتنين الميل احنا جيبنا بأربعة أيوة كده عاوزك تحل المسائل دي تاني مع نفسك كده هتلاقي المسائل الموجودة مع حضرتك هيبقى أنا عندي هنا سين ناقص الباي اضرب اللي أربعة تضرب طبعا أربعة سين ناقص أربعة باي على الثلاثة طيب بص عينيك على الاختيارات شايف يا جماعة حاجة باشعة بص كلهم شبه بعض فرق في إشارة ركز معايا طب أستاذ قال لي بص أنا لما لاحظ إن الصادات هنا يبقى أنا أخلي هنقل السين تخش جوه والباي هتخش جوه وهسيب الرقم طب حلو الكلام ناقلت تلاقي لي صاد ناقص أربعة سين زائد أربعة باي على الثلاثة سالب جزري ثلاثة على الثلاثين سالب جزري ثلاثة على الثلاثين طب أعمل يا مستر إيه ده طب ما أنا عاوز أتخلص من الثلاثة ومن الثلاثين واحد يقول لي يا أستاذ إيه ده هنا ستة واربعة وعشرين ده الحل ده حلت غلط لا يا حبيب أنت محلتش غلط أنت محتاج تتخلص من الثلاثة وتتخلص من الثلاثين الباشا عن النظام القديم كنا بنقول له مبروك المسألة خلصت كده لكن حضرتك أنا عاوز أبص على الاختيارات وحاول أوصل إيه ده ده محتاج أخلص دول كمان إذن محتاج نفس طويل شوية يا جماعة في النظام الجديد وربنا يوفق الطلبة كده وإن شاء الله تبقى يعني مراجعات مسمرة إحنا كده حاجات مبكرة وزي ما قلنا طبعا في حاجة جميلة جدا مراجعة نص المنهج في كتاب الكتاب برنامج مدارس على الهواء مجموعة جميلة جدا جدا وأسئلة عن النظام الجديد يا رب بالتوفيق للجميع أه حضرة بخلاص يا جماعة خلصت حضرة في ست أهي ستة سين ناقص أيها أربعة وعشرين ظهرت يا مستر وهنا طارت يبقى الإجابة بتاعت حضرتك خلاص اتضبطت لأن أنت عندك سالب يبقى الإجابة بتاعتك رقم اتفقنا كده تمام جميلة مستر تعالى ناخد مسألة تانية نمازج وزارة شايف قال لي يا جماعة في الآخر في آخر الكتاب المدرسة في عشر نمازج مهمين جدا 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 دي موجودة في نمازج الوزارة وهتلاقي حاجة جميلة نمازج الوزارة لما تخش في الامتحانات هتلاقي الأسئلة موجودة ارجع للمنبع بتاعك يعني وصيتي الأحباب للطلاب عشان الطلاب سرحانين وتعبانين نعملها مستر نحن مش عارفين لا المنبع انت مطلب مش خطوتين انت مطلب تلات خطوات خطوة الأولى خلص المنهج بتاعي ارجع للمنبع بتاعك كتاب الوزارة نمازج الوزارة ان شاء الله لو في نمازج نزلت أو المستشار يعني زي ما بيكرمنا كل سنة بينزل نمازج ان شاء الله تنزل نمازج نتضرب عليها وبعد كده احاول اشوف على النظام الجديد يا الله يا باش مهندس معادلة الايه قال لي قال المماز ايوة كده اصحى معايا معادلة المماز طب يلا واحد قال لي يا مستر تعال نجيب معادلة المماز ايه ده 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 لقصية شايف الجمال يعني انا ممكن مسألة في التفاضل عشان كده الباش مهندسين يجي قولي التفاضل يا مستر ده ريخم قوي يا حبيب قلبي ما هو انا ممكن مسألة اربط لك المنهج كله فيها وقلت لك المنبع بتاع الاربع فروع هو التفاضل وعلى فكرة الدرس ده من الدروس المهمة جدا جدا اللي يخلو منها الامتحان لانه رابط دروس كتيرة جدا مع بعضيها طيب تعال يا باش مهندس انت عندك بقى انا عايز اسمع حضرتك كده انت معاك ده لسين بتساوي بص الحص يعني المحاضرة دي كده بيراجع كذا حاجة معضية مين يقول لي اشتاق الدل المسلسية اشتاق الدل المسلسية بتساوي الدل المسلسية نفسها قصدي الدل القسية نفسها فين اشتاق القس يبقى خب دي كده اشتاق اللي فوق كده واحد قال لي اتنين شكرا يا باشا طب انا جبت الميل محتاجة جيب القيمة بتاعته هعوض على مين هعوض على سين طب يلا يا باش مهندس انت جيب لي القيمة بتاعته يلا عشان احنا مستنيها انا مستنيها مع حضرتك يا طرى شكلها يبقى كم هيبقى اتنين هي هشيل السين دي يبقى اتنين فيه السين بكم اهي السين يا مستر ايوة يبقى سالب واحد على الاتنين يا باش مهندس ده طر مع ده ايه ده سالب واحد زائد واحد يعني يا مستر اللي هي بتاعت حضرتك يبقى اتنين هي اسحى كمل معايا سالب واحد زائد واحد قال لي ايه ده يعني بقى دي اتنين هي قص سفر طب ما اي حاجة قص سفر بكام بايه ايوة بواحد يبقى دي باتنين اهيه صح الكلام يبقى دي بقت معايا بكمة باشماندس تمام يبقى دي بقت باتنين شفت اهل هيه راحت اللي كانت تضايقاك طيب تمام كده انا جبت الايه جبت الميل عاوز اجيب الايه عاوز اجيب المعادلة المعادلة بنجيبها ازاي قال لي ايوة يا مسترس خلاص انا فهمت وحفظت هنقول له صاد بقص نقطة الصاد فيه النقطة الصاد اهيه اهي ايوة ايوة واحد بتساوي الميل انا جبته بكاما استاذ باتنين الله ينور عليك سين ايه ده ناقص دي ناقص وفيه ناقص بتاحت القانون بقى لا علم الرياضة بقى الحاجات دي انت حارف فيها ما يتحكش عليك بها في الامتحان طب اعمل ايه اللي اتنين دي تتضرب جوه طب يلا اهي يبقى انا عندي هنا صاد ناقص واحد بتساوي اتنين سين اللي اتنين لما تتضرب فيه النص يبقى يبقى عاك واحد ارجع تاني بص للشكل اللي بص كده الاختيارات ايه ده ده الصات لوحدها يبقى دي هتخش جوه يبقى نقول مبروك كده يا باش مهندس يبقى انا عندي صاد بتساوي اتنين سين وده خلاها دي يبقى اتنين يبقى الاجابة بتاعت حضرتك ايه به اتفقنا كده طب يلا اه سؤال جميل سنوية عامة 2008 تمام اه بص يا باش مهندس هنقول انا عندي حضرتك ادي سين ايه ده اشتقاك ايه ايوه النص صحيه طالله يبريك لك ايوه اشتقاك برامتري تعال انا اشتقل اولاني هتقول لي هجيب ده السين هه برامتري يعني ده النون اشتقى باش مهندس هه ستة نون هه قص كام اتنين ناقص هه اضرب يا استاذ هه يبقى تلاتين نون صح اشتق دي ستة وتلاتين طيب الصاد هه اسمها واحد قال له استاذ ايوه ده برامتري يبقى ده الصاد على ده النون اشتقى باش مهندس هه اتنين نون ناقص ثمانية هه انا جبت السين في الاول احط دي فوق وتحت لا يا باشا الملزة ما اتفقنا ده الصاد على ده النون على ده السين بتساوي مين اللي اطلع فوق ايه ده دهنا جابته ماليش دعا واجبته في الاول في الاخر اصحى عشان ايه في طلبة بتغلط في الحتة دي تمام طيب هنحط مع بعض كده هنقول اتنين نون ناقص تمانية ده هينزل تحت يبقى ستة نون تربيع ناقص تلاتين نون زائد ستة وتلاتين طب تشكلين يا باش مهندس تعالي بقى بص معي بيقولك ايه فإن هذا المنحنة يا ده انا محتاجة اقرأ المسألة كويس وللاخر رأسيا رأسي يبقى الميل غير معرف يبقى الميل هيبقى ايه لو غير معرف بنحب نكتبه ايه بقولت انا مش هكتبه خالص لا يبقى واحد على سفر غير معرف هنخلي واحد على ايه سفر يبقى هضل البطرفين فيه وسطين اذا دوت كده هيتضرف في واحد وده هيتضرف في سفر اذا المسألة بتاعتها داك هتبقى ستة نون تربيع ناقصها تلاتين نون ايوة زائد ستة وتلاتين ممكن تحيلها واحد يقول لنا انا هقسم على الستة على الستة على الستة يبقى نون تربيع ناقص ستة نون ناقص خمسة نون زائد ستة وتلاتين لقصة يبقى الستة تمام هحلل هيبقى عندك النون بتساوي تلاتة او اتنين الاجابة بتاعت حضرتك هنا اتفقنا كده طيب تمام تعالا معايا كده سؤال في منتهى المتعة جميل جدا كتاب وزارة وهم جدا ممكن حضرتك تلاقيه انه هو رسم لك مسلس كده في الامتحان وبيقول لك انا عاوز مساحة المسلس ده لاحظ كده اول حاجة في الدرس اول حاجة في الدرس ده منحنة ده اسمه ايه ده اسمه المماس يا استاذ ده ايه ده اسمه العمودي عاوز ايه يا انه هو ربيض ده انا عاوز مساحة المسلس ده مساعة المسلس المحدد بمحور السينات والمماس والايه والعمودي طيب تمام لمنحنة الدلة ديت عند النقطة ديت هل بيساوي 16 ولا 9 ولا 15 ولا 21 واحدة مربعة طيب تعالا الاول هاجه اشتقي دوت هيبقى انا هجيب ايه اه 6 سين ايوه قال لي 2 صاد استناني يا استاذ خلي بالك انا بشتقي بالنسبة لسين يبقى دي لازم تقدم الاعتذار بتاعي هتقدم الاعتذار يبقى انا هقول دي 6 سين زائد 2 صاد ايوه اه دي هتقول ده الصاد عدل سين طيب ما تيجي تود دي الناحية التانية والمضروم مقسوم زي ما تعودنا مع بعض علشان وقت البرنامج انا حاول نختصر الاجابة دي هتطلع مع حضرتك ايه سالب 3 سين على صاد ارجع عوض من انت معاك النقطة ايه عوض ايه السين السين بقام سالب 1 يبقى سالب 3 في سالب 1 يبقى 3 والصاد ب3 يبقى الميل بتاع حضرتك بيه بتلاتة تعال assume معادلتي المماس معادلتي المماس هقول له صاد نقص النقطة بتحت الصاد اللي هي 3 والميل بتاع حضرتك كام اه الميل بتاعي 1 يا استاذ يبقى أنا عندها يبقى السين زائد واحد طيب اتفقنا طيب إيه ده؟ طب ما تودي أستاذي السين جوه ودي الرقم إذن دي كده اسمها إيه باش مهندس دي كده اسمها معادلة الإيه؟ المماز طب تعالى كده فين المماز أهو طب وأنا معادلة المماز باستفاد منها في إيه؟ ده أنا معادلة المماز بتصف كل حاجة للمماز ده كل حاجة للمماز ده المعادلة دي بتصفها طب ما أنا عشان أجيب مساحة المسلس اه ده انا عاوز فهم كويس جدا يا مستر في المسألة دي عاوز اجيب النقطة دي اذا النقطة دي هي التقاطع مع محور السينات واحد يقول لي النقطة دي عاوز حاجة منها تقول لي على فكرة يا مستر النقطة دي عشان موجودة هنا لازم تبقى الصد بسفر يعني هتبقى مثلا ايه سلب 4 و 0 سلب 5 و 0 اي حاجة و 0 التقاطع مع محور السينات تبقى الصدد بسفر انا عاوز اجيب السين دي هارجع للمعادلة شفت بقى فايدة المعادلة بتاعت حضرتك فايدة المعادلة بتاعت حضرتك ان انا اقول ايه المعادلة دي تصف كل المنحنة اجيب منها اي حاجة دي انا عاوز نقطة هات اللي انت عاوزها فانا هشيل ايه اشيل الصدد وحط مكانها سفر طب لو شلت الصد بسفر يبقى السالة لبسين بتسوى 4 ود النحاة التانية باش مهندس اذا النقطة دي اهي الله جبتها اكتبها لي بقى كده يبقى النقطة دي انا جبتها سلب 4 و 0 تعالى معايا عاوز معادلة العمودي اه رجعنا تاني معادلة العمودي صد نقص ثلاثة ايه ده انا كنت جاب المل بواحد معادلة العمودي اقلب وغير الاشارة ماشي يا باش مهندس يبقى سالب واحد ايوة سين اتعودنا ودي السين لجوه ايه طب ايه ده اهي العمودي اه حتى بص راجل رسمها يعني بقول لك خلي بالك ان النقطة بتاعت العمودي هتبقى ناحية السينات المجابة عاوز ايه عاوز النقطة واحد يقول لي وحاتلي نقطة من دي اجيب ازاق السيزني مجهولة لا ايه باش مهندس الصد بسفر خلي بالك طب والسين طب حطيلي بقى الايه الصد بسفر اهي قدام عينك بتنور السين بتسوي اتنين اذا النقطة دي طب اجيب مساحة المسلس ازاي اتعلمنا ان مساحة المسلس نص القعدة فيه الارتفاع طب بص القعدة كام انت عند اربعة حتى لو بالسالب ومعاك اتنين يبقى دي طولها كام واحد قال لي ستة اتفاع حضرتك النقطة اه تشوف كل حاجة احتاج تاهن الارتفاع بتاع حضرتك اهو تلاتة يبقى ازا نص في ستة في تلاتة بيساوي تسعة وحدات مربعة كده اتمنى ان شاء الله في الحلقة دي ان احنا نكون قربنا يا جماعة وشجعنا الطلبة اللي عمالي هو تايه لا متوش ارجع للمنبع بتاعك ارجع لكتاب الوزارة ارجع للتمارين المهمة ارجع لنماذج الوزارة وبعد كده ان شاء الله نشوف كده مع الاسدزة الافاضل والنماذج الجميلة وكلنا نتعلم من بعض ان شاء الله رب العالمين ان شاء الله دايما نحاول نحط حاجات جديدة واسئلة جديدة على النظام الجديد نتمنى ان تكون حضرتكم استفدتم من الحلقة وان احنا نكون صحنا طلاب تلتة سنوي قسم رياضيات وطلاب الازهر عشان عنده رياضة برضو ان شاء الله مع المتعف رياضيات ومع باشي المهندسين ومع دكاترة المستقبل دائما نلتقي معكم والف الف شكر ان شاء الله وربية توفيق للجميلة احسنت يا مصر اشرف حلقة من حلقات الممتعة احسنت وشرفتنا ونتمنى ان شاء الله نشوفك في حلقات قادمة ان شاء الله في نص دقيقة كده يعني قل الطلوة بتاعتك المحتوية بتاعت الكتاب في عجالة بص يا شبهندسين زي ما احنا قلنا الكتاب طبعا صراحة نقوبة والبرنامج دوت انا كفاء ان انا بلتقي مع النقوبة الجميلة جدا جدا من المدرسين الكتاب دوت فيه اسئلة زي ما حضركم شفت النظام ان انا بنحاول ان احنا نحط اسئلة على النظام الجديد ونقرب من الاسئلة لان طبعا لسه ما فيش اسئلة نزلت يعني من الوزارة على النموذج الامتحان ننتظر امتحان تجريب ان شاء الله بالتوفيق لكن يا جماعة زي ما شفتوا المجموعة من المدرسين دولت حولوا احنا قلنا معانا عربية منوال عايزين نخليها اوتوماتيك فالمجموعة دي حولت النظام يا جماعة عرضنا بإذن الله رب العالمين نتوقع ان شاء الله ان احنا في الحلقة دي بإذن الله تكون حاجات جات بإذن الله رب العالمين نتوقع للتفوق نتوقع التفوق ان شاء الله رب العالمين طبعا النظام زي ما قلت حضركم حولنا النظام المانول ده اللي اوتوماتيك فبنحول في الكتاب دوت ان احنا نقول للطلبة اسئلة جديدة على النظام الجديد حاجة متعة في راضيات ان شاء الله وان شاء الله بالتوفيق ودايما نتقي في كليات القمة مع الباشمهندسين والدكاترة وكل سنة وانت طيبين شرفتنا مصر أشرف لو الطلبة بتاعتك عادة تتواصل معك الرقم بتاعتك اللي على الشاشة عليه واتساب اه تمام الرقم ده موجود عليه واتساب ان شاء الله اوكي بايزا طلبنا الاعزاء لو اي حد عايز يتواصل مع مصر الأشرف بخصوص اي حاجة في فروع مادة الرياضيات يتواصل على الرقم اللي هو كان على الشاشة بتاعة مصر الأشرف بتمنياتنا القلبية بالتوفيق والنجاح دايما لطلبنا الاعزاء شكرا لكم جميعا اشتركوا في القناة